سلام يا قدس أبونا أنا من يوم ما تجوزت من 30 سنة وأنا مش بمسح أو أغسل أو أشتغل بالإبرة يوم الحد بقدر الإمكان مش بعمل حاجة بس كل اللي يعرف يقول إن دي شريعة عهد قديم أو فرسية زيادة إهرى يا قدسك أكمل ولا كده فعلا زيادة عايز أقول لك يا بختك عايز أقول لك يا بختك إنك بتقدس يوم الحد لجن بتأجلي فيه شغل البيت لبقيت أيام الأسبوع بس بشرط تكوني مفرغة اليوم دا لربنا فعلا سواء في الأداس الكنيسة في الاجتماع بعض الدول في إراءة الإنجيل سمع ترانيم سمع أداسات عمل الخير تزوري حد عيام تقدمي تروح الأسرة في عيرة تديها يعني يبقى فيه عمل خير يعني فيهم الحد يبقى حاجة كويسة وأجل الشغل يعني ما أنت بتشتغلوا طول إزول ده حتى فرصة للستات تريح نفسها شوية ده الستات مهدودة حرام مهدودة ومش عاجب للرجالة مهدودة إذا كانت موظفة بتشتغل زيها زي الراجل بترجع تاني تعمل الأكل وتسخن وتغرف وتحط للراجل وهو قاعد على صفرة باشا وفيش حتى متشكرين وفيش حتى عشت إيديكي وراضي وعيشة تريح يوم الحد المشكلة لكن لو طلب أي خدمة يوم الحد أو زيارة محبة للأسرة أو بتاعي عمل خير حلو خالص هلس يوم الرابع ونأجل الشغل والكنسة والمسحة والحاجات دي ما أباكتش يعني يوم الحد نعمل فيه كده يوم الراب يعني أنا وسط منك جدا 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 مسمعيش كلام حد مسمعي كلامي بس بقولولي كيف أتجنب السرح السرح دي واحدة مش مصرية يعني كيف أتجنب السرح في أثناء الصلاة لأن هذا الشيء يحزنني جدا وسعاد بتتوقف عن الصلاة أو أوجلها حتى أستعيد تفكيري هل هذا خطأ؟ شكرا قبل طبعا خطأ أنك توقف الصلاة طبعا دي لعبة من الشيطان يخليك تسرحي عشان توقف الصلاة ويكسلك عنها طبعا دي لعبة من الشيطان لكن أعمل إيه وأنا وقف أنت واقفة تصلي سرحتي ارجعي تاني ابدأ الصلاة تاني من أول بس من قلبك طب إزاي ما سرحش في الصلاة وده العلاج الصح بقى علجوا الكتاب مؤدس وقال لنا عشان مبقاش حاجة من عندي قال أصلي بالروح وأصلي بالزهن أيضا أصلي بالروح وأصلي بالروح يعني بالعاطفة والمشاعر والإحساس وبالزهن يعني بفهم يعني يبقى مخي ماشي مع معنى كل كلمة أنا بقولها في الصلاة يعني ما أقوله اغسلني يا رب فأبيض أكسب السلج أنا عايز ربنا إيه يغسلني أبيض أكسب السلج أما يقوله لك واحدك أخطأت الشر قدامك سنعت أنا مخي ماشي مع معنى الكلام أما أقوله يا رب فلنشكر صانع الخيرات والرحمة الله لأنك سترتنا يبقى سترني وأعانتنا وأحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وأضطتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة لو مخي ماشي مع معنى الكامل اللي أنا بقوله ده أسرح إزاي أسرح إزاي مستحيل حد يسرح في الصلاة هو مخه ماشي مع معنى الكلام اللي بيسرح واضح كده يا حباي لكن لو صليت كما لقوم عادة أو لو صليت كفرد علي نحن ما دناشي فروض أو لو صليت يعني تأديت واجب أو عشان خاطر أرض ضميري حسرح في الصلاة لكن لو صليت بفهم وبمشاعر عدم الاستحقاق والحب لله مش ممكن حسرح مستحيل حسرح